هل هل ما أثير قبل ما خوش من المودست هيلعب محلياً بس مش هيلعب أفريقياً آه هكملتك السؤال صحيح كده؟ آه آه طبعاً هل هو هيلعب محلياً فاكو مش هيلعب على قليل في أفريقياً؟ ده مهم جداً نجاوب على ده ليه؟ عشان تقالي إنه فيه كده هيتقافل خلاص فهو كده مش هيتقايد أفريقياً فهيلعب بس في الدولة المصر طيب للمرة الأولى عشان كده أحياناً لما بتتقالي المعلومة ما بيبقاش الأبضيط حاضر عند الناس للمرة الأولى إن لوائح الاتحاد الأفريقي تضيف فترة قيد جديدة ألا وهي دايماً فيه فترتين قيد بيبقوا عشان الدوريات اللي بتخلص في توقيت معين وبعدين الدوريات اللي بتخلص في توقيت معين ودي اللايحة عشان أنا أعرف الناس بيسيب اللغة فدايماً أنا بروح للايحة دي اللايحة المعممة اللي مبعوثة لكل اتحاد الأفريقي قد الأولى تقفلت يوم ١٢١٨ ١٣٧ ١٢٦ ١٢١ ١٢١ ملاش علاقة بيه تعال لي بقى عال ٣ دي بقى اللي عامل اللغة لان دي الجديدة دي الفترة الجديدة ثرد ريجستريشن بريد من واحد لتلاتين سبتمبر حلو؟ يعني هنا بس معايا لحد الحتة دي هل يمكن قد اللعب؟ يمكن قد اللعب أفريقي خلي بالك النقطة المهمة اللي بعديها فور دي بلايرز كواليفايت تو بلاي فروم دا جروب ستيج يعني هلعب في الدور المجموعات طب دور المجموعات السنة دي امتا؟ عشان كاس علم ان دي او افريقيا اوه؟ هيبتري في دي سمبر مش في يناير فالمعلومة اللي اتقالت ان الراجل ده مش هيتسجل غير في يناير ومش هيلعب من هنا لحد يناير غير في بطولة افريقيا معلومة خاطئة مية في المية اللعيب هيلعب هيتسجل مع الاهلي مهم جدا يا جماعة الكلام ده مهم جدا هيتسجل مع الاهلي في الفترة دي عادي وبعدين يلعب من اول دور المجموعات اللي هيبتري امتا دور المجموعات؟ بداية شهر دي سمبر فهو بس هيغيب عن مباراتية الزهاب والعودة في دول 32 عظيم بس كده نقطة تانية مهمة جدا فيما يتعلق بالسوبر الافريقي او الدوري الافريقي الدور الافريقي حتى هذه اللحظة لم يرسل اي نادي قيمته ما بعتتش اللايحة اذا الشاهد في الامر ان اي لعيب مسجل في قائمتك المحلية يمكنه الاشتراك في الدوري الافريقي اذا انتوني مودست مهاجم النادي الاهلي الجديد يمكنه الاشتراك في الدوري الافريقي يمكنه الاشتراك في مبارات السوبر الافريقي السوبر الأفريقي يوم الخميس حالي اكتيازه الكشف الطبي غدا يمكنه الاشتراك يوم الجمعة عفوا يوم 15 يقدر يلعب في مباراة السوبر الأفريقي إذا كان كولر شايف أنه هيستعين به رقم 3 الرجل هيلعب من أول جروب ستيج رقم 4 طبعا يحق دي المشاركة في كاسة العالم للأندية الأربع حاجات أي حاجة هيلعب فيها النادي الأهلي الرجل هيلعب باستثناء مباراة تاي سان جورج في دورج 32 من دوري عبطال أفريقي قولا واحدا ودي اللايحة منتقى البساطة والأمر بسيط جدا علشان أحيانا الناس ما بتبقاش متعمدة لكن تفصيلها بتققى فترة القرية التالتة دي وقعت يلعب السوبر الأفريقي لأنه لو قاعد السوبر الأفريقي تبقى لآخر تعديل إبعث النادي الأهلي أنه يمكن قيد أي لعب مقيد في القائمة المحلية قبل المقربة 40 ساعة يعني براهم الجمعة يوم الأربع بطاقة الراجل موجودة ومسجل في النادي الأهلي يوم شجل فيه للتحاد المصري وطبيعي لازم يوم الأربع لأن يوم الخميس يوم الجمعة القدر هيقفل في مصر يوم الأربع فأنت طبيعي لازم يوم التلاتة يتسجل يوم التلاتة يتسجل اللعيب يلعب عادي جدا يوم الأربع يتسجل اللعيب عادي يجي يلعب يوم الجمعة عادي طالما قبل المباراة بـ 48 ساعة فاللعيب يمكنه اللعب فيه أي بطولة يلعب فيه النادي الأهلي ما عدا دور الـ 32 من دوري أبطال